السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم بالدرس قبل الأخير من المنهج النظري لشهادة القيادة في تركيا بدي نوهلكم أنه هاي السلسلة هي أساسا مختصرة فلا تحاول أن ترجع تختصر منها يعني لازم تحضر هذا الدرس كاملا والدرس الجاي كاملا لحتى تقدر تحصل على متنجاح إن شاء الله بكرة بالامتحان النظري رح نحكي أولا عن أنواع المحركات بحسب الوقود في عنا محركات بتعمل على البنزين في عنا محركات بتعمل على الغاز أو بسموه المازوت أو بسموه الموتورين خلينا مباشرة نبدأ مع النوع الأول من أنواع المحركات يلي هي المحركات التي تعمل على الديزل أو المازوت أو الموتورين هذول الثلاثة مرادفات لنفس الكلمة قاله إلي أربعة أطوات الامتصاص الضغط الاحتراق الطرد الامتصاص بفوت هوى نظيف على داخل الأسطواني هوا فقط هوا فقط البعده الضغط بينضغط هذا الهوا الانظيف داخل الأسطواني البعده الاحتراق ها ها هذا هو الطور الأساسي اللي بتختلف فيه محركات الديزل عن محركات البنزيل هلأ بعد شوي رح نشوف محركات البنزيل قال شو بصير بطور الاحتراق بمحركات الديزل قال في عنا شي اسمه حاقن أو إنجكتور ببخ مازوت ضمن الأسطواني المازوت بس ينبخ ضمن الأسطواني فيه هو مطوط من جهة وفيها حرارة من جهة تاني فهذا المازوت تلقائيا بيحترق وبنروح على الطور الرابع يلي هو الطور الطرد هاي الغازات يلي نتجد عن احتراق المازوت يلي تم نفثه من قبل الحاقن أو الإنجكتور بتطلع لبرة على العادي إذا رح نعيدهم الامتصاص بيمتص هوى نظيف فقط هواء فقط الضغط بيضغط الهوى النظيف الاحتراق يقوم الحاقن أو الإنجكتور بنفث كمية من المازوت ضمن الأسطواني ولحاله هذا المازوت بس صار ضمن الأسطواني اللي هي أساسا حامي وفيها هوا مضوط فلحاله بيحترق وبيدفع هذا الذراع نحو الأسفل وبعدين عاد المازوت بعد ما احتراق ولد غازات بيتم إرسالها إلى العادم هاي الهواء الملوث بيتم إرساله إلى العادم شان يطلع لبرة إذن الشغلتين الأساسيات هون يا جماعة أول شيء وجود الحاقن أو الإنجكتور يلي هو بيبخ المازوت بقلب هاي الأسطواني يلي فيها أساسا هوا مضوط هاي أول شغلي الشغلي الثاني أنه بيطور الامتصاص بيمتص هوى نظيف فقط هذا هو مبدأ عمل محركات الديزل أو المازوت أو الموتور أما مبدأ عمل البنزين محركات البنزين فهني أيضا أربعة أطوار مثل هدوليكترا امتصاص وضغط واحتراق وطرد نفس الأسماء حتى بس هون في فرقين أساسيين الفرق الأول أنه بيطور الامتصاص بيمتص من جهة هوا ومن جهة بنزين بنزين أو غاز بطبيعة الحال يعني وقود زائد هوا امتصاص يعني صار في عنا بقلب الأسطواني من جهة هوا ومن جهة وقود بطور الضغط شو بيضغط هاد الهوا والوقود لاحظوا هون نص برد آني ونص أزرق يعني في عنا من جهة وقود ومن جهة هوا تمام هذا الضغط بالطور الثالث الاحتراق البوجية بتعطي شرارة البوجية بتعطي شرارة شرارة وبنزين وهوا شو بصير بصير الاحتراق فبينزل هذا الذراع نحو الأسفل وبعدين عاد نفس الطور الأخير يلي هو طور الطرد ما احترق البنزين ضمن هاي الأسطواني فنتج عن هذا الموضوع غازات يتم إرسالها إلى العادي إذن شو الفرق بين المبدئين الفرق بطور الامتصاص بمحركات المازوت الطمطس بس هوا بمحركات البنزين والغاز وقود زائد هوا نظيف تمام وبطور الاحتراق هونيك في عنا شي اسمه انجكتور أو حاقي بيحقن المازوت بقلب الأسطواني أما هون في عنا بوجية بتعطي شرارة هدول النوعين من أنواع المحركات اسمه المحركات ذات أربعة أزميني لأن نلاحظه في عندك زمن الامتصاص زمن الضغط زمن الاحتراق وزمن الطرد يعني سواء كانت بانزين أو ديزل فهن بأربعة أزمين هلأ رح ننتقل للمارش المدة الضغط على المارش الأعظمي من 10 إلى 15 ثاني إذا ضغطت أكبر من هيك على المارش وما دارت السيارة معناتها فيها عطل لا تستمر بالضغط على المارش وإلا رح تفضل البطارية التوصيل الثاني أنه لا تضغط على المارش أثناء تشغيل المحرك لأنه هذا الشي رح يؤدي لتآكل مسننات المارش آخر شي المارش هو الحرك الأولى يلي بتشغل المحرك أول شي انت تكون سيارة مطفية بتدق مارش مشان يبلش يشتغل المحرك بعدين المحرك بصير بشغل حالي الزيت، الوظيفة الزيت يقلل من الاحتكاك ويمنع التآكل وينظف الأسطح كيف يعني ينظف الأسطح؟ الكل شي برادة حديد وكذا ناتجة عن الاحتكاك بتنزل لتحت مع الزيت بتنزل لتحت وبترسل تحت بجزء من المحرك كيف نقيس الزيت؟ الأول شي لازم تكون السيارة على أرض مستوية بعدها بتنتظر أربع خمس دقايق لحتى يرسل الزيت بقلبة بعدها بتفحص الزيت، الزيت لازم يكون بين الخطين طيب أين الخطين؟ لاحظوا هون في عندنا هون خط أول خطين، أحيان بيكونوا بعجين، أحيان بيكونوا خطين مثل هون مثلا فالزيت لازم يكون بيناتهم إذا ما نحط السيارة على أرض مستويها، مو ما يلي نحو الأمام ولا ما يلي خلف تحط على أرض مستويه، تستنى أربع خمس دقايق لينزلي الزيت وبعدين بتفحص الزيت فحص الزيت يا جماعة لازم يتم بشكل يومي لأنه نقص الزيت بالمحرك هو شي كتير خطير تغيير الزيت يجب أن يكون الميتور ساخنا لسهول التدفق الزيت، يعني بتجيب السيارة لعند الزلمة بتطفيها، بيستنوا عليها أربع خمس دقايق وبعدين بيفتحوها مباشرة، يعني ما بيستنوها لتبردكتير، منيح أنه يكون الميتور شوي ساخن من أجل يتدفق الزيت من تحت في عنا هون تحذيرين يا جماعة، في ضوين ما يمكن التساهل معهم أبدا أبدا، بس تشعلوا بقلب التابلة وبتصف على اليمين وبتشوف شو الوضع أول شي إذا أضاءت لمبة الزيت فلازم توقف المحرك مباشرة لمبة الزيت هي هي تاني شي إذا أضاءت لمبة البطارية فلازم توقف المحرك مباشرة مشان هي طيب لمبة الزيت ليش خطيرة إذا أضاءت؟ لأنه بصير المحرك بيحتك مع بعضه وبالتالي خطيرة طيب لمبة البطارية؟ لمبة البطارية بصير ما بتعطي البطارية كهربة للبوجيات مشان يشعلوا البنزين وبالتالي بتوقف معك السيارة تطفي ممكن تطفي معك بنصف الطريق فدير بالك هدول ضوين بس لازم تصف على اليمين وتشوف شو الوضع يتصل بكهربجة يتضبط القصة اذا كان بطارية مثلا تتأكد انه اقطاب البطارية موصلي ما الى ذلك التبريد والحرارة قال في عنا شي اسمه الريدتير يلي هو شايفينه هون بالصورة هذا الريدتير بيكون فيه بقلب ومي هاي المي بتمر على اجزاء المحرك مشان تبرده وهذا الريدتير بيكون عادة عليه مروحة وهي المروحة الها اشاط موصولي مع المحرك يعني طالما المحرك شغال المروحة عم تدور عم تبرد المية اللي بيقلب الريدتير والريدتير عم يوزيع المية على اجزاء المحرك يبرده ترجع بترجع على الريدتير مي سخني ترجع بتتبرد بالمروحة اللي موصولي باشاط مع المحرك ترجع بتروح تبرد اجزاء المحرك الممكن المية اللي بيقلب الريدتير تتجمد فنحنا شو ما نسوي اذا كان الجو بارد هلا اذا بالصيف ما في داعي اما اذا كان الجو بارد فمنضيف مانع تجمد لميت او المبرد الماء المضاف لالرستام التمصد ميتي توضيف مات المصعدة او ممكن يكون اشاط المروحة فالت ما حكينا انه هاي المروحة مرتبطة باشاط مع المحرك ممكن هادا الاشاط يكون فالت ممكن يكون الترمستات او حساس الحرارة معطل عبيعطيه قراءة خاطئة هي الحرارة ما نعري بس هو الترمستات معطل الترمستات هو حساس الحرارة ممكن يكون الريديتير مسدود بسبب مية كالسية بسبب كده ما عم تروح المي منه ممكن يكون غطى الريديتير مانو محطوط بشكل جيد وبالتالي ما عم يحبس لغط وبالتالي ما عم تروح المي منه. في عنا هون مجموعة من البديهيات الرجوع للخلف ضوء ابيض. انت بس تركب انا ريبي على الضوء ابيض من ورا. اما الفرامي في لونه احمر الغمازات لونه صفر او برداني ممكن يقول لك. الضوء العالي ازرق. بتشوفوا على التابلو. بس كنت مشعل الضوء العالي بيش على الضوء ازرق. اما اذا كنت مشعل الضوء الواطي او بسموه القصير فهو اخضر. منذكرين مسافة اضاءة الضوء العالي قديش كانت ميت متر. اما الضوء الواطي فهو خمسة وعشرين متر. هلأ اذا اجينا على الاطارات. عادة على الاطارات يا جماعة. طلعوا انتم على هاد الاطار. هون شو مكتوب مكتوب ميتين وخمسين. خمسة وخمسين ستعاش. هدول الثلاث ارقام لازم نعرف شو معناتهم. هلأ بالفحص ممكن يجبو لكم ياهم من اليمين لليسار بس لانه ما قال بين اللغة على العربية. يعني هي شغلات هيك تقنية. فبغض النظر كيف ما اجاكم بالفحص في عندك رقم كبير ورقم صغير ورقم ما صغير كتير كبير وسط وصغير. كل واحد من هدول شو دلالتو الميتين وخمسة شو دلالتا والخمسة وخمسة شو دلالتا والستة شو دلالتا خلينا نشوفهم. الاول رقم يلي هو الكبير الميتين وخمسة هو عبارة عن عرض العجلة الملامسة للارض وهذا بالميلي متر. اذا الرقم الكبير هو عرض العجلة الملامسة للارض ويكون بالميلي متر. الرقم الثاني يلي هو بالنص الوسط هو ارتفاع الخد. كنسبة مئوية. نسبة مئوية ها. يعني هون فوق لما مكتوب ستين. معاتوا هادا ستين بالمية من الميتين وخمسة وستين. فهي نسبي مئوية. الرقم الكبير متل ما حكينا. بيعبر عن هذا بيعبر عن عرض العجل الملامس الارض ويقاس بالميلي متر. الرقم الصغير يقاس بالنسبة المئوية هو ارتفاع الخد بسموه. واخر رقم هو عبارة عن قطر العجلة من الداخل او قطر الجمت ويقاس بالبوسة بالبوسة قطر الجمت او قطر العجلة من الداخل ويقاس بالبوسة. هدو هنه الثلاث ارقام. معلومات عامة للفرامات بتستخدم زيت الهيدروليك. ليش بيستخدمه زيت? طبعا زيت الهيدروليك معروف عند عند كل العالم. لانه الزيت ما بينضغط وبينقل الحركة بسرعة. المحرك شو هو? المحرك هو بيحول الطاقة الحرارية الى حركية او ميكانيكية بسموه. المحرك هو اساسا شو عبصير في تذكر هدول الاربعة ازمنية عبصير في احتراق. فهو عبيحول هذا الاحتراق الى طاقة حركية. اخر شي عابيقوله انه ياخذ الحركة من الرمح ويحولها للمحاول بزاوية تسعين درجة. هذا هو اللي حدث لكم عليه اشارة يا جماعة. بياخد الحركة من الرمح وبيوزعها على المحاول بزاوية تسعين درجة. الامساك بالمقود في عالم بتقولها تسعة ثلاثة وفي عالم بتقولها تسعة خمسطعش. خمسطعش هي الساعة خمسطعش. ما في الساعة اه اتناعش. الوحدة تلتعاش. التنتين اربطعش. تلاتة خمسطعش. يعني هني كمحصلي تلاتة تسعة مثل عارب الساعة. بحيث انه متل ما هونو موضح بالاشارة المخطوط عليها صح. مو تمسكو متل الاشارة المخطوط عليها. خطأ. كمان في شغلة مهمة. انه عند الالتفاف ترك واحدة من ايدك. شو ما يصير هيك. لاحظه هيك تشربك ايدك بعدين. من الشي اللي اخدناه بيطلع مجموعة من الاسئلة يا جماعة بيقولك في المحركات التي تعمل على الموتورين. الموتورين تتذكرين شو هو? الموتورين هو الديزل يعني. عن طريق شو بتتم عملية الحرب فيها? البوجية و cidade المارش مثلا ولا البطارية ولا الحاقن عن طريق الحاقن او الانجكتور اذا تتذكروا. البعدها اي من انواع الوقود التالية بتم اشعاله بالبوجية. بالبوجية مين ومين يا حذركون? بانزين وغاز برابو عليكم. البعدها اي من انواع الوقود التالية يتم استخدامها مع محركات الاشعال بالحاقن او الانجكتور الغاز ولا البنزين ولا الموتورين ولا زيت الغاز لا الموتورين الحاقن انجكتور بس شو تحاقن انجكتور يعني موتورين او ديزر او مازوت عند تشغيل المحرك شو اطول مدل فينك تكبس فيها على المارش حكينا كم ثاني اذا تذكروا من 10 الى 15 تاني طيب وإلا اذا اذا ما عملنا هيك شو بصير مثلا التنفذ البطارية ومنها الاسئلة ممكن تجي يكون هلأ بهاي الشريحة اذا حكينا عن البطارية قال حتى لا تتجمد مياها الريدي تير اذا بتذكروا بس هنا عم اريجا اذكركم بهاي المعلومة لانو بعد شو رح تمر معنا haica المعلومة بتشبيهها بنحط له منع تجمد الريدي تير هوا معنى مانع تجمد المبرد يعني اذا ما مش هم ما تتجمد مياهه بنحط له منع تجمد طيب البطارية مش هم ما تتجمد مياه اصحى تفكر تحط له منع تجمد اصحى بيتفاعلوا مع بعضهم البطارية بيصير بقلبها تفاعلات كيميائية حتى ما تتجمد البطارية تشحنها بشكل كامل تشحن بتشحن بتخلي السيارة دايرة لحتى تنشح البطارية بشكل كامل البطارية ما بيحط بقلبها مانع تجمد ديرو بالكون البطارية اذا نقصت ميتها بحط فوق مي صافي فقط مياه صافية مياه صافية فقط للبطارية اما للريديتير مياه صافية زائد ايش مانع تجمد اذا دعت الحاجر طيب البعدة كم يجب ان يكون مستوى مياه البطارية مثل ما كن شايفين بهاي الصورة لازم يكون مستوى مياه البطارية فوق الصفائح الرصاصية بواحد سنتيمتر واذا نقصت مياه البطارية نحط مياه صافية فقط ما منحط المانية تجمد للبطارية ديروا باركون قال البطارية لها قط بين القطب الموجب عادة بيكون اثخن من السالب وعليه اشارة زائد القطب السالب بيكون ارفع وعليه اشارة نايس مشان تعمل تشباي لسيارة اذا كانت سيارة بطاريتها خاصة فانتي بتمد كابلين من سيارتك على السيارة الثاني الزائد على الزائد والناقص على الناقص الزائد على الزائد والناقص على الناقص طيب كيف بتوصلهم حط الزائد اول شيء ولا الناقص قال عنده التوصيل موجب ثم سالب وعنده النزع سالب ثم موجب يعني كيف تصير العملية كاملة موجب سالب سالب موجب بتحط اول شيء الموجب ثم السالب بتنزع السالب ثم الموجب. الموجب بيضل للاخير. يعني الموجب بيجي اول شيء وبينشاء الاخر شيء. اما السالب بيجي تاني شيء وبينشاء الاول شيء. تمام? اذا موجب سالب سالب موجب. هون في عنا مجموعة من الاسئلة اللي كي يتم ضبط مستوى المياه المنحلة بالكهرباء في البطارية بشكل كامل. الى اي قدر يجب وضع ماء صافية. الى كامل البطارية تحت الشرائح بواحد سنتيمتر فوق الشرائح الرصاصية بواحد سنتيمتر الى منتصف الشرائح فوق الشريح الرصاصية بواحد سنتيمتر. عبيقول لكم في حال نقصة المياه المنحلة بالكهرباء بالبطارية. شو منضيف? منضيف اسيد? لا 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 ديروا بالكم. ما بتضيفه لا اسيد ولا مانع تجمدها بقلب البطارية. بقلب البطارية بتضيف مياه صافية فقط. البعدة عبيقول لك عندها تشغيل الضو الواطي بالمركبي. شو بيشعل عندك بالتابلو? ضو احمر ازرق اصفر اخضر. الواطي اخضر. العالي ازرق مثل ما حكيتك. البعدة في عنا ضغط الهواء بقلب الدواليب. اه ضغط الهواء بقلب الدواليب لازم يكون تماما متل ما موصابه. اذا كان عبيت هوا اكثر من اللازم. بيصير تآكل القسم الاوسط من الاطار. بيصير الدولاب منفوخ كتير. وبالتالي ما عبيب شعر بالاعلى الارض على كامل الدولاب عم مشى بس على الجزء الاوسط من الاطار. زائد انه بتهز السيارة ما بتصير السيارة ثابتة معك. واذا كان اقل من اللازم في عندك طاقة ضائعة وفي عندك استهلاك وقود اكثر. طيب ببعض الاحيان ضغط الهواء بيرتفع لحاله بسبب الحرارة. شو نسوي بهالي الحالين نفسه? قال لأ هون ما بتعمل ولا شي بتتركوه كما هو. قص حتفكر تسير بضو واحد بفكروك بعدين بيجي ليمر اه منيحك بيكون انت سيارة مو متور. فالسير بضو واحد خطير جدا ليش? لانه بفكروك متور. اذا طلعت رائحة احتراق وانت بالسيارة شو بتسوي? بتصف العربي على جنب? بتفصل قطوي البطارية وبتدور عن الخلال وين في شريطين دائين ببعضون كذا هيك عرفت عرفت ما عرفت بتحكي الكهربجي. في عنا هون مجموعة من الاسئلة عم يقول لك اذا كان مقدار ضغط الهواء في العجلات اكثر من الطبيعي شو بصير? يسخن المحرك? شو دخل المحرك? يحرق المحرك زيت? كمان ما دخلوا هاي. تتااكل العجلات من القسم النصفة ولا تتااكل من الجواني? فعلا تتااكل العجلات من القسم النصفة. عم يقول لك هون اذا كان ضغط هواء العجلات مرتفع بسبب الحرارة. شو بنسوي? هل نخفف نحمل المركبة? لا. يترك كما هو? ولا نخفف ضغط هواء العجلي من نفس دولاب? لا 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 يترك كما هو. ما بنعمل شيء ابدا ابدا. كان هاد كل شيء بالنسبة لدرسنا لليوم بيقولنا درس واحد فقط ومنختم هاي السلسلة. بتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما.